السلام عليكم يا شونسين معاكم مواندوس مايك العادل. المحاضرة النهاردة ان شاء الله. هتكون عبارة عن امثلة على الخريطة السايكومترية. عشان نعرف خواص الهوى الموجودة في بلاد زي مسلا مصر السعودية عراق الاردن وخلافها من البلاد. ونعرف ايه الفارق ما بين بلد والتانية في خصائص الهوى. طبعا عشان نعرف الخصائص دي هنحتاج الاول برنامج الخريطة السايكومترية بتاعنا. وتاني حاجة بتاعنا هو ان احنا نجيب موقع نقدر نحصل منه على قيم لخصائص الهوى ازا كانت دراجات حرارة او رطوبة. لان زي ما احنا عارفين بنحتاج على الاقل معلومتين عشان نقدر نجيب باقي خصائص الهوى. فنكتب كده بجوجل سيرش نكتب اشري ميتيو وندوس انتر هنختار هنا نختار احدث اصدار وهو عشرين واحد وعشرين. بعدين هنيجي هنا نختار هنيجي في المنطقة هنا نلاقي دي الخريطة. نقرب مسلا من عند مصر. نلاقي هنا دي مسلا الكاهرة. بقرب اكتر. جي هنا قال لك ايه? قال لك دوس على على الخريطة. فهيجيب لك اقرب منطقة من النقطة اللي انت لما استها دي. فانا هقف كده عند القاهرة. هدوس هلاقي زاهر عندي كده في الجزء. اللي في الشمال. كايرو انترناشنال. اسماعيلية. رصدر. والسعيد. وبدأ يقول لك دي مبين النقطة اللي انت حطتها. ومبين المناطق دي اللي معروف لها. فتقول لي اقرب حاجة عندي هو كايرو انترناشنال. دوس عليها. بعد كده تعالى في الحتة اللي تحت ديت. ويعمل كده. انت عايز تعرف ايه هي? درجات الحرارة. او الرطوبة او خلافه. فبالنسبة للجدول ده. هنشرحه بالتفصيل بالكامل لما نيجي نشتغل على برنامج الهاك. لكن الحاجات بس محتاجين كلمتين. وهي قيمة مسألة بحاجة زي. ونجيبهم في يعني نقدر نقول اقصى درجات حرارة بتحصل خلال السنة. فقال لك والله بتاعتنا اتنين واربعين تلاتة. ناخد الرقم ده. وهنيجي باشو نسين نفتح البرنامج بتاعنا. وندوس هنا ونكتب هنا. امر نكتب جواه كايرو. اول حاجة معي هي اجي هنا احطها بعد كده اجي تاني على الموقع. ااخد بتاعتي برضو كوبي. واكتب هنا الفاليو التانية وهقول له. كده انا حطيتي بتاعت نقطة كايرو. فحطي لي نقطة كايرو على واداني كل بتاعت الهواء. بعد كده هطلع تاني فوق. مسلا هيجي عند اسكندرية. ادوس كليك يمين. ويه الاقي اول حاجة اقرب عندي هي اسكندرية. هروح على وهنزل في الحطة الفاضية تحت اعمل كده. هيجي برضو عند الاكستريم اناول تنبيرتشر. الاقي الماكسيمم والمينمم والويت بالب. ااخد مسلا الاول. بعد كده هاجي على الخريطة. هقول له هنا جديدة. هسميها اليكس. بتاعتها اجي هنا وهدوس كنترول في. ارجع تاني هناك. اجيب كوبي. وارجع تاني هنا. احط الويت بالب بيست. وهقول له. جميل. لو جيت في منطقة تالتة برضو جوا مصر. جيت مسلا هنا في منطقة زي سوهاج. اعمل كليك يمين. هقول له اول حاجة قال لك اسيوت. اقرب حاجة ليك. انزل تحت كده. هلاقي برضو دي الاكستريمز. هاجي. على البرنامج بتاعي. هعمل ادبوينت. والبوينت التالتة دي هسميها ايه? ندلتها. هعمل نيو بوينت. هسميها اسيوت. ايه اس اس. يو اي تي مسلا. وهاجي على الموقع بتاعي. باخد بتاعتي. نعمل دا من كده مع بعض. ننزل نلاقي البلد اسيوت. ناخد الاسم مسلا كوبي. نفتح البرنامج بتاعنا. نعمل ادبوينت. نكتب كده اسيوت. نيجي في الدرايبالب. ننزل لتحت على الانيوال كونديشنز. ناخد درايبالب بكوبي. نحطها هنا. والويتبالب بتاعتنا من هنا برضو كوبي. ونحطها هنا. ونقول لأبلاقي. انا اخترت كده تلت مناطق موجودين في الكاهرة. او موجودين في مصر. لو انا كده دلوقت يا بشمسين بكل بساطة. انا كده يا بشمسين اكون اخترت تلت اماكن موجودين مسلا في مصر. كاهرة. اسكندرية. اسيوت. لو انا موجود في التلت اماكن دول. وعايز اعمل تبريد للهوى. او عايز الهوى يوصل عندي في قوضة معينة. بحيس المواصفة فيه مسلا تكون اسمها روم. اعايد مسلا درجة الحرارة في القوضة تكون 24. ويه? الرطوبة تبقى 45 مسلا. دي كده حاجة اسمها روم تيمبريتشر. او درجة الحرارة اللي انا عايز اعمل لها ايه? او درجة الحرارة اللي انا عايز القوضة توصلها. فبشكل سريع كده لو انا جيت ابص على التلت او دور دول هلاقي ايه? هلاقي بشمسين ان اسيوت هي اقل واحدة فيهم فيها رطوبة. لان قيمة الرطوبة عندها اللي هي الدابليو عند اسيوت بكام? باثناشر. يليها كايرو اعلى منها شوية. عندها خمستاشر. اعلى منهم هي مين? هي سبعتاشر. وبالتالي حضرتك لو جيت ابص معايا على قيم الار اتش. تقريبيا هتليهم برضو بها زايده. ما بين عشرين لتقريبا تلاتين لسبعة وتلاتين او تمانية وتلاتين. جميل. تبليها هندسة هنا في تقارب له نتيجة ان الدرايبال بتيمبريتشر ما بين التلت بلاد متقربة. يعني مثلا اسكندرية اربعين. القاهرة اتنين واربعين. السيوت اربعة واربعين. فالفرق مش كبير. وبالتالي كل ما كانت قيمة الدابليو بتزيد. معناها ان الار اتش بتزيد. جميل جدا. النقطة التالتة والاخيرة. مين اكتر بلد فيهم فيها بخار مية? تقول لي ليه هندسة تسألني سؤال زي ده? اقول لك يا باشوان لس تقريبا التلات بلاد عندهم نفس درجة الحرارة. تقريبا. في الفرق درجة او اتنين. ولكن اللي اختلاف الملحوظ هو اختلاف كمية بخار المية. وزي ما قلت لك انت لما تحت تعمل تبريد للهوى انت بتعمل تبريد للدراي اير وكمان بتعمل ده للووتر فيبر. وبالتالي كمية الووتر فيبر بما انها بقت اكتر. وانت عارف ان الووتر فيبر بيحتاج منك كتيرة علشان تسخن او تسحب منها كتير لو عايز تخليها تبرد. يبقى بالتالي طالما كمية بخار المية الموجودة في كل من البلد دي مختلفة. يبقى بالتالي قيمة الاتش هتختلف. فتلاقي ان حضرتك لو في اسيوت اللي هي اكتر بلد فيهم حارة. المفروض يعني ان اسيوت درجة الحرارة فيها كام? اربعة واربعين. وانت ناينة تقريبا خمسة واربعين درجة. ودي اعلىهم حرارة. تلاقي ان فرق الانصالبي اللي هي الطاقة الكاملة اللي هتحتاجها. عشان توصلها كام? تلاقي ان الروم بتاعتك خمسة واربعين ونص تقريبا. واسيوت ستة وسبعين. بالمناسبة اسيوت دي المفروض ان هي اكتر واحدة فيهم حرارة. يعني هي الاكتر تخونة. فالمفروض بناءا على كلامنا احنا نقول ان دي اكيد اكتر بلد هتحتاج جهاز تكيف لقدرة البريدية عالية. اقول لك لا مش شرط. ليه? لان اغلب الهوى اللي موجود فيها هوا جاف. لان كمية بخار الميا اللي موجود فيها قليلة. وبالتالي انا قلت لك ان دايما الميا بيكون لها تأثير مهم جدا في تحديد قيمة الحرارة اللي انت محتاجها. معنى كده ان عشان تجيب فرق الانصالبي المطلوب عشان تبرد الهوى اللي موجود في اصيوت ده. هتلاقي الفرق كم? هتلاقي عندك الانصالب بتاعة اصيوت سبعة ستة بوينت او واحد مينوس اربعة خمسة بوينت اربعة تمانية. اطلع لك الفرق ده تلاتين ونص. لكن لو جيت تطلع على البلد اللي بعديها وهي كايرو. كايرو المفروض ان هي الهوى بتاعها ابرد نسبيا. ولكن فيه كمية بخار مية اكتر. فتلاقي الانصالب بتاعته عالية. الانصالب هنا كم? اتنين وتمانين بوينت سيفن. لو جيت تحسب كده اتنين وتمانين بوينت سيفن. اللي هو انصالب الهوى عند القاهرة. لو جيت تشوف بقى الكلام ده. مينوس الانصالب بتاع درجة الحرارة جوه الاوضة اللي انت محتاجها ورطوبة اللي انت محتاجها. هتلاقي الفرق هنا كام? سبعة وتلاتين. يعني انت محتاج طاقة اكتر علشان تبرد الهوى من تيمبرتشار كايرو لتيمبرتشار الروم. طيب ولو انا في اسكندرية اللي هال المفروض ابرد واحدة فيهم درجة الحرارة فيها اربعين تقريبا وهي الاقل في درجة الحرارة. ولكنها الاعلى في كمية بخار المية. هتلاقي ان عندها الاتش تمانية اربعة بوينت اتنين واحد. لو قلنا مينوس اربعة خمسة بوينت اربعة تمانية. يقول لك تمانية وتلاتين بوينت تمانية. فتلاقي دايما ان البلد اللي رطوبتها عالية بتحتاج جهيد كتيرة. طب وده سبب وايه هندسة? سبب قلت لك هو محتوى بخار المية اللي موجود بيكون ليه تأسير كبير في تحديد الحمل الحراري المطلوب للغرفة دي. او للمنطقة دي. تبدأ عشان يتضح بمثال اخر. لو انا جيت قلت لحضرتك يا بشواندست علي هنا معايا كده. هعتبر ان انا ما عنديش بقى كايرو الكس. هعتبر كده ان انا عندي ايه? داتة واحد. وداتة اتنين. سمي دي كده واحد والسمي دي اتنين والابلاي وهلغي السيون دي خاطز. هعتبر ان واحد والاتنين دول اللي اتنين عند نفس درجة الحراره. دي مثلا عندها الحرارة اربعين. هقول له ابلاي والابلد رقم اتنين بردو عندها الحراره اربعين وهقول له ابلاي خلاص. وهخلي الويت بالبالتا عديمو نخفض شوط. مسلا تلاتة Organic 82. ايه دايه هندسة? قالك يا هندسة دول بلدين برضو عادي البلد الاولى والبلد التانية الاتنين عندهم نفس درجة الحرارة. بس البلد الاولى عندها محتوى بخار مية اللي هو ستاشر ونص. البلد التانية عندها عشر فالمفروض لو حلاك بتحسب بناء على الدلتة تي فقط. فالمفروض ان انت عايز لقوض درجة حرارتها اربعة عشرين. والهاب بتاعك اربعين فهتقول لي هندسة دلتة تي من اربعين لاربعة عشرين. اقول لك غلط يا هندسة. تقول ليه? اقول لك لان انت عندك كمان بخار مية محتاج تبرده معاك. وبما ان كمية بخار المية في البلدين مش متساوية. يبقى بالتالي فيه اختلاف الاتش. فتيجي تبص تلاقي ان البلد اللي فيها كمية مية كتيرة اللي هي البلد رقم واحد اللي فيها الكمية ستاشر ونص. الان صالبي فيها اتنين وتمانين. اما البعد التانية اللي كمية المية اللي فيها عشر بوينت سيفن. هتلاقي الان صالبي فيها كام? سبعة وستين ودي كمو اقل. يعني معنى كده فرق الان صالبي ما بين الروم وما بين غرفة اتنين او يعني اقل يعني بيحتاج طاقة اقل عن اني ابرد الهواء بتاع منطقة واحد الى الروم برضو. اللي بيحتاج فرق ان صالبي كبير. على الرغم ان البلدين دو اللي هم نفس درجة الحرارة دراي. جميع. المثال البعدي هعتبر ان عندي بلد درجة حرارتها اربعين. والبلد التانية درجة حرارتها مثلا تلاتين. يعني كده بغير درجة الحرارة. ولكن هخلي البلدين ليهم نفس محتوى بخارة المية. ستاشر ونص. تعال بص كده معايا. ممكن نخليها كمان خمس ستاتين تحس تكون اقرب شوية بس كده. اهو. بص يا هندسة كده. انا عندي منطقتين. المنطقة الاولى درجة الحرارة الجافة فيها اربعين. ومحتوى بخار المية ستاشر ونص. المنطقة التانية عندي درجة الحرارة ابرد شوية. وبردو جواه نفس محتوى بخارة المية. طالما محتوى بخارة المية اصبح ثابت. خلاص. فانا في الحالتين محتاج ابرد المحتوى ده. هنا درجة الحرارة تتلي اربعين. هنا درجة الحرارة تتلي خمس وتلاتين. وبالتالي هتلاقي ان الاسخن او الاعلى في الحرارة هو الاعلى في الانصاب. وبالتالي عشان تبرد هوا من كيس فور. فورتي اللي هي اربعين. وبالتالي لو عايز تبرد الهوى اللي موجود في الحالة رقم واحد هيبقى هو اللي محتاج فرق انصال باكبر من الحالة رقم اتنين. يبقى احنا كده وضحنا نقطة مهمة جدا من خلال ديت وهي ايه? وهي ان انا مش ببص فقط على البلد بناء على درجة حرارة الهوى فقط. وعايز اوصله الكامل. وما لي عندسة? لا. انا ببص الكمية الهوى ودرجة الحرارة في الاول دور. ودرجة الحرارة اللي بتاعتها اللي انا محتاجها ان روم. وخلي بالك دايما ان درجة الحرارة مش هي العامل الرئيسي. همال يا هندسة ايه العامل الرئيسي? درجة الحرارة زائد كمية بخار المية اللي موجودة في الهوى. فلو جينا نقول مثال بطريقة تانية. لو جيت اقول لك يا هندسة انا عندي بلد درجة الحرارة فيها خمسة وتلاتين. والر اتش خمسين. وعندي بلد درجة الحرارة مثلا فيها اعتبر اربعين. والر اتش برضو خمسين. هل البلدين دول زي بعض? لا. انت قاه في الحالتين الار اتش هتكون خمسين معاك. ولكن في فرق كبير جدا لازم تخلي بالك منه. ان البلد الحارة لو فيها نص محتوى الرطوبة التوتل. فيبقى فيها كمية مية كتير جدا. عن البلد اللي درجة حرارتها خمسة وتلاتين. وبرضو فيها نص محتوى بخار المية التوتل اللي هو بتاع حالة التشبع. فتلاقي عندها سبعتاشر بس. فدي كده اكتر حرارة في الدراي بالب. واعلى في كمية بخار المية. وبالتالي تلاقي بتاعتها اكبر. وبرضو هيبقى فرق الانصالبي. وبالتالي هيبقى عندك فرق الانصالبي ما بين واحد. والروم اكبر من الانصالبي ما بين اتنين والروم. اتمنى يا بشونسين الامثلة دي تكون وضحت شوية العمليات اللي بتحصل على الخريطة السيكومترية. اتمنى بشونسين يكون المحاضرة دي كده وضحت لنا بالامثلة. ازاي اقدر اعرف خواص الهوى وازاي اقدر اعرف هل ده هيكون محتاج مني جهاز حمله اكبر ولا اقل. يعني اقدر اكارن ما بين في الاماكن المختلفة. بشكركم جدا يا بشونسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.